أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر سعت إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع واترة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الإفريقي المتضمنة في أجندة عام 2063 جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية التي عقدت تحت عنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء سعاد مصر بحكم رئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لللجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيبات الزراع التنفيذ التنموي للاتحاد الأفريقي إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع واترة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة عام 2063 والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تعطل تنفيذها وعلى رأسها حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة مثل سد إنجا وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البري القاهرة كبتون فضلا عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة إيمانا بمحورية مثل هذه المشروعات في دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج القارة السيدات والسادة إن تحقيق الأمل المشروعة للشعوب الأفريقية في النمو والتنمية والإزدهار لشعوبها والتغلب على المعوقات التي تقف أمام ذلك هي مسؤولية الشكومات الأفريقية في المقام الأول بلا جدال خير أن ضخامة كل من الفرص والتحديات التي تواجه القارة وشركائها الاستراتيجيين مستصين يفرض علينا جميعا التفكير خارج الصندوق وتبني مقاربات جديدة لتحقيق مصالحنا المشتركة